1-قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يقول أريد الحكم الشرعي في نظركم عن حكم الغش في الامتحانات أفضل أن هذا لا يحتاج إلى جواب لأنه ما دام أقر أنه غش فكيف يسأل عن حكمه وقد علم عند أكثر الناس واشتهر عند أكثر الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال من غش فليس لنا وحينئذ يكون الغش في الامتحانات محرما بل من كبائر الذنوب لأنه إذا تضرع النبي صلى الله عليه وسلم من فعل فيعني هذا أنه من كبائر الذنوب لا سيما وأن هذا الغش يتركتب عليه أشياء في المستقبل يتركتب عليه الراتب والمرتبة وغير ذلك مما هو مقرون بالنجاح نعم ترجمة نانسي قنقر